اهلا بك عزيزنا لمشاهدة في حلقة من حلقة القناة نقاط عصفير الزينة النهاردة نتكلم عن طائر الهجرومو ده طفرة من طفرات الباجي تم اكتشافه اول مرة في دولة اليابان ساعة الف وتسعمائة وستين بعد ان قام احد مربي طيور اليابانيين بتزويج سلالة الباجي الياباني لسلالة الباجي الاسترالي فظهرت طفرة الهجرومو لاول مرة يتميز فرخ الهجرومو بوجود ريش اعلى الجناحين بشكل عكسي مشكل دايرة الدايرة على شكل زهرة الزهرة دي بتاخد شكل الفلة وعشان كده بنسميها طفرة الفلل طائر الهجرومو لا يختلف كثيرا عن شكل طائر الاسترالي ما عدا الفلة اللي موجودة من الريش على الجناحين وعلى ظهر الباجي الوان الباجي الهجرومو او الفلل هي نفس الوان الاسترالي الاخضر والازرق وباقي الوان طيور الباجي اه طريقة تغذية طائر الهجرومو هي نفس تغذية طائر الباجي هي الفروق هي اه حبوب البلكم والفلارس والدنيبة اه مخلطين مع بعض وبنقدم له خضروات وفواكه زي الجزر وزي الكرافس والبقدونس واثناء التزاوج بنقدم له الجرجير والبرسيم في اسناء احتضانه للفروق بنقدم له البيض بالبقسمات اه كنوع من الاكلات الطرية اللي بتساعد الزهرة على اطعام اه الفروق بتبيض انسى الهجرومو او الباجي الهجرومو من اثنين الى سبع بيضات وبترقد عليهم مدة 17 يوم وفي حالة الجو البارد بترقد عليهم مدة 21 يوم بعدها بتخرج الفروق للنور وتتولى رعايتهم خمس اسابيع دخل بياضة قبل